أهلا بكم أحبائي طلاب الصف الثالث الابتدائي مع قنوات المنهل التعليمية ومادت لغتي إن شاء الله اليوم نتناول بعض التدريبات على الفصل الدراسي الثاني ونبدأ بهذه الكلمات كلمات تبدأ بهمزة قطع نتذكر معا همزة القطع التي تأتي في أول الكلمة قد تأتي من فوق الألف أو تحت الألف تسمى همزة قطع مثل كلمة أعشاشها نأتي بكلمات أخرى على هذا الشكل كلمة ألا أجمل أكون أن كلها كلمات بدأت بهمزة همزة قطع وقد تأتي الهمزة من فوق أو من أسفل كلاهما صحيح همزة القطع مثال آخر من صفحة مية على هذه السئلة المهمة كلمة في الفلاح اسم علم أم نكرة أم معرف بأل يا حرف توكيد أم نداء أم عطف الحرف المضاعف في كلمة تمتص هو الميم أم الصاد أم التاء فكر معي يا بني نعم الفلاح اسم معرف بأل إذا جاء يبدأ بالألف واللام إذن فهو معرف بأل لا يكون نكرة أما العلم إذا كان اسم شخص العلم إذا كان اسم شخص إذا ذكرت كلمة خالد محمد علي فهد هذه أسماء أعلام يا حرف إذن عرفنا أن كلمة يا حرف ولكن حرف نداء يا بني الحرف المضاعف هنا تمتص حرف الصاد تمتص حسنتم يا أبطال نتكلم عن درس مهم درس العلم تناولناه سابقا من صفحة 122 أبدأ بالكلمة بالعلم وأعيد كتابتها مرة أخرى اخترع جابر بن حيان الورقة المقاومة للنار نبدأ الجملة بالعلم أين العلم هنا العلم كما قلنا اسم الشخص من علماء الكيمياء أبو عبد الله جابر بن حيان أين العلم هنا بدلا من اخترع جابر نقول جابر اخترع جابر نبدأ بالعلم هنا من علماء الكيمياء أبو عبد الله إذا نبدأ بأبو عبد الله بدلا من من علماء الكيمياء نبدأ بالعلم تحويل هذه الكلمات الملونة إلى علم أيضا نفس صفحة 120 نحول الكلمة الملونة إلى علم أي إلى اسم شخص بدل من التلميذ بدل من التلميذة إذن يقدر خالد أو قد تقول يقدر محمد يقدر علي يقدر اذكر اسم الشخص الذي تحبه تفتخر التلميذة بدل من كلمة التلميذة وضعنا كلمة خديجة اسم شخص تفتخر خديجة هذا العلم سؤال آخر من صفحة 144 على الأعلام نرتب هذه الكلمات هذه الحروف نستخرج منها العلم المذكر ثم علم مؤنث ثم علم للمدينة إذن المدن أيضا أعلام الرياض علم جدة علم القاهرة علم هذه أيضا أعلام هذه الكلمة كلمة جمال مذكر محمد مذكر علم مذكر نعم هذه الكلمات أمل علم مؤنث هالة أيضا أعلام مؤنث المدينة مثل جدة الدمام هذه كلمات علام اسم الفاعل اسم الفاعل درسناه أيضا في هذا الفصل يأتي على شكل كلمة فاعل أو على وزن كلمة فاعل مثل شاكر لاعب صائم من الفاعل شكرة نقول شاكر من الفاعل لعبة نقول لاعب أو لاعبا أو لاعب أو لاعب ومن كلمة صام من الفاعل صام اسم الفاعل صائم 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 صائما كلها صحيحة واسم الفاعل أيضا يثنى ويجمع نقول شاكر نقول شاكران يثنى أو جمع شاكرين فاسم الفاعل يأتي مفردا ويثنى ويجمع بدون أي مشكلة مثال جاء في صفحة 178 تحويل الفاعل إلى اسم فاعل كيف نحول هذه الأفعال حمد نظر سبح كيف نحولها إلى اسم فاعل من حمدة نقوله حامد فاعل نظر ناظر فاعل سبح سابح فاعل كل هذه الكلمات جاءت على اسم الفاعل لو يأتي على شكل فاعل وقد يثنى ويجمع كما قلنا قل حامدون حامدين حامدان ناظر ناظران مثنى ناظرين جمع سبح نقول سابح سابح مفرد سابحان مثنى سابحون جمع وفي نهاية نشكركم لحسن استماعكم وضمتم في أمان الله